نشوف خبر بيقول كمان مستشفيات عزل للأطفال التعليم العالي تعلن الطوارئ لمواجهة الكورونا دكتور حسام عبدالغفار قال أن هناك تنصيقا تاما بين أنا آسف قال دكتور حسام عبدالغفار متحدث باسم وزارة التعليم العالي هناك تنصيق تام بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا أن مستشفيات التعليم العالي على تام الاستعداد لاستقبال الحالات المصابة فيروس كورونا وأن هناك مستشفيات عزل مخصصة لاستقبال الأطفال احنا من شهرين من شهر جاءنا بنقول أن الأطفال مش بيصابوا ما تخافوش الأطفال مش بيصابوا الأطفال بينقلوا العدوى بس بينقلوا عدوى الجدو وتيتا والبابا وماما لكن هما مش بتصابوا النهاردة بنشوف أطفال بتصابوا وأطفال بتتوفى طيب نروح فينه نيجي منين يعني نعمل ايه يعني وبتكلمه النهاردة طبعا عن ان فيه سلالات جديدة بتصيب الاطفال سلالات جديدة بتصيب الاطفال يعني حاجة بقت يعني الحقيقة اخبار كلها بقت تماغس يقول لك فرنسا النهاردة او مبارح اكتشفت اول حالة من السلالات الجديدة اوروبا النهاردة كلها مقلوبة رأسا على عقب كله بتكلم على السلالة الجديدة اللي جاي من انجلترا وجاي من جنوب افريقيا جاي من انجلترا وجاي من جنوب افريقيا فالموضوع بقى صعب جدا سلالات جديدة بتصيب الاطفال ان الفيروس بيتحور او بيغير من شكله وده على فكرة ده المعتاد يعني احنا اللي فهمنا من استادة الاطباء ده المعتاد ان اي فيروس بيغير من شكله حتى فيروس الانفلوانزا الموسمية بيغير من شكله بدليل ان هما بيعملوا لك لقاح سنة تختلف عن سنة فده بيتم تتبعه بشكل علمي طبعا نفهمي انا ولا فهم حاجة لكن الاطباء بيقولوا كده والتقارير العلمية بتقولوا كده ولازم يعني ندرب تعظيم سلام للعلم يعني لما يقول لك فيه مشكلة هتصيب الاطفال يبقى انا اصدق فيه الفيروس بيتحور شكل ويبقى انا اصدق اصدق ليه لاني انا ما عنديش بديل غير ان انا اصدق لان انا مش بفهم مش بفهم دي مش تيمة لكن مش بفهم في العلم وعلى فكرة ممكن يكون طبيب ومش فهم في القصة يعني ما برضو يعني يعني علم الفيروسات ده علم كبير جدا فاحنا ما قدمناش غير ان احنا نسق زي ما نسق في ايد ربنا ونسق كمان في العلم اللي ربنا ادهن يعني نسق فيه ان قالك فيه سلالات جديدة وفيه اطفال ممكن تتصاب وفيه سلالات جاينة من بره من انجلترا ومن جنوب افريقيا وقالك اصل وصلت لبنان مش عارف فين هتوصل لك ده واحد كان بتعاش زريف في الصين اللي كان اللي كان بياكل الخفاش ده وصل لك هنا في مصر ما بالك بقى بتتكلم على لبنان بتتكلم على فرنسا بتتكلم على انجلترا كل ده جنبك كل ده قريب منك فربنا اعديها على خير يا رب شكرا لكم